بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل وقدة من لساني يفقه قولي وبعد الحمد لله احمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وبعد الصلاة والسلام على خير الانام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقات أود أن أرحب أولا بحضرتكم وأشكر قناة الصحة والجمال أن أتاحت لي هذه الفرصة لأن ألتقي بحضرتكم في برنامج غير تقليدي ليس بديني إنما هو برنامج قانوني هيتناول تصرفك القانوني في حياتك اليومية ما بين الشرع والقانون وفي أولى الحلقات هيكون موضوع حلقتنا اليوم الواقع بين الشريعة والقانون يعني هيكون النهاردة حلقة بصفة عامة هنعرف فيها هنعمل إيه في الحلقات القادمة هنتناول مشاكلك هنتناول موضوعاتك أبدي استعدادي لبعد هذه الحلقة أن أتلقى أي مكالمات على التلفونات الظهرة على الشاشة أمام حضرتكم وعلى العنوان الموجود وأبدي حبا في بلدنا أنني أقبل قضايا غير القادرين على راسي ودماغي شرفوني أهلا وسهلا أقبلها بصفة عامة على مساولة الجمهورية ولبلدي العزيز قريتي قرية رأس الخليج شيربين دالية لغير القادر على الإطلاق عايزين نستفيد أخوانا من هذا البرنامج نستفيد في تصرفك اليومي بين شريعتك وقانونك حضرتك لما تصحى من النوم بتكون في مجمل تصرفات قونية وإنت في بيتك قد تتعجب من هذا الكلام آه وإنت في بيتك بصحة من النوم نعم أول ما بتبدأ يومك في مجموعة من العقود القانونية تحطبك يعني أنت داخل بيتك وفي شائتك أكثر من عقد تتعامل معه وإنت مش يوك ببالك يعني عقد القهربة المي الغاز التليفون النت كل دي عقود تتعامل معه تتصرف فيه عايزين نشوف العقود دي مجملها في تصرفك اليومي وعلى مستواك العام في حياتك كلها قد تشتري قد تبيع تتزوج تشتغل يقام عليك أضايا كل ده تصرفات قانونية عايزين برضو من خلال الحلقات نرد على المشككين اللي شككونا في حياتنا وحرموا علينا مسائل كتير جدا بغير علم ولا دراسة لم يقولك القانون ينطبق مع الشريعة ولا ينطبقش مع الشريعة تصرفك ده حلال وحرام طائفة معروفة تريد أن تنغس على هذا الشعب حياته الشعب الطيب الشعب المسالم نغس حياتك بأي شكل عشان يقولك تصرفك ده غير قانوني أو غير شرعي لا يتفق مع الشرع يضعك في بلبلة وفي حيرة طيب عايزين نشوف النهاردة الشريعة الإسلامية ومدى انطبقها مع القوانين الله سبحانه وتعالى يا أخواننا من رحمته بعباده نقسم الشريعة جزءين جزء ما بين العبادات وده أمر يخصك ما بين الله وأنت وجزء يخص المعاملات السؤال بيطرح نفسه هي ليه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان ومدى انطبقها على القوانين الوضعية الموجودة وإيه الفرق مبين الاتنين في قاعدك وهن قاعدة عامة لابد أن تضعها في ذهنك للقاضي والمتقاضي والكل العاملين في حق القانون أعتقد أن البرنامج ده يساهم معك مساهمة ولو قليلة في معرفتك في قاعدة أصولية سابتة بتقول أن كل حق عدل كل حق عدل وليس كل عدل حق هنفصر الكلام ده معناه إيه؟ عشان تطمئن لتصرفك طيب شريعتنا الإسلامي صلحة لكل زمان ومكان نعم صلحة لكل زمان ومكان وحتى تقوم الساعة في جزء المعاملات نعم في جزء المعاملات تصلح لكل زمان وكل مكان وكل وقت القرآن تناول القانون المدني والجنائي والشرعي والأحوال الشخصية وقانون العلاقات الدولية نعم تبليه يصلح الله سبحانه وتعالى لما اختارنا الدين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ورديت لكم إسلام دينة خلاص ده موضوع حاكم إلى أن تقوم الساعة جه جلت قدرته فيما يقص المعاملات وضع قواعد عامة تتطور بتطور الزمان والمكان وبخاصة في تعاملاتك يعني عندنا قانون اسم القانون المدني القانون المدني دي أخواننا في القانون هو أصل المعاملات جميعا في القانون المدني هو القانون العام في كل قوانين إيجار عقد عمل عقد مقولة كل القوانين المدنية تشمل القانون المدني الشرع لقص هذا القانون بكتبه ومجلداته الكثير جدا لخصه في إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الله سبحانه وتعالى أطلق لفظ الكتابة لم يحدد لك قالب جامد تخط فيه تصرفك لكنه في النهاية عايز يعني ربنا اسمها عايز من العبد فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي اللي يؤديه من أماناته يعني دي أمورك تخصك حد أبنك استلفت مبلغ خدت حاجة دي أمان ترده كما اتفقت مع المدين يبقى فيما يخص القانون المدني ومدى انطباقه علوان كبير إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يبقى هنا أطلق الله سبحانه وتعالى لفظ الكتابة حتى يضع البشر ما يتفق وحياتهم حتى يضع البشر القاعدة التي وضع النبي صلى الله عليه وبرك عليه أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني قد يقول قائل يصال الأمانة الشيك استاند الإزني ده بين حلال والله حرام طبعا اللي عايزين نحرم معنا شيئتنا يقول لك لا ده حرام وده تصرف مش عارف إيه غير شرعي وده تصرف إيه ويحرم عن الناس عشتها ويشككها في أمورها لكن لما نرجع للأصل الله صحبه الله تعرف يعلم أن الدنيا هتتطور يعلم أنه هيكون كل يوم فيه تصرف جديد أمور لم تكن موجودة في عاد النبي وتطورت مع التطور الزمان فوضع هذه القاعدة العامة إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمن فاكتبوه أطلق لفظ الكتابة عشان يبقى الشيك ككتابة يبقى شرعي إصال الأمانة ككتابة يكون شرعي السند الإزني كل الأوراء طالما تحت لفظ الكتابة فهي تدخل في نطاق الشرع خلاص كتابة إذا دينتم بدين فاكتبوه يبقى أي كتابة النهاردة تصلح لإثبات الدين تدخل في نطاق الشرع تفضل لفنم قالوه السلام عليكم عليكم السلام تفضل لفنم تفضل لفنم اتفضل أنا بيك إحنا معانا حكم ملكية معانا حكم ملكية عبد وبيعي طرد وكل الشيء حق ضاحي معاك إيه؟ إحنا المحامل من خلاص ناشي واحدة واحدة حق ضاحي بررح علي حكم ملكية وضح صوتك يا حق ضاحي بتقول حدرتك إيه معاك إيه؟ معانا عبد ومعانا ورابك عثني بتخص إيه أوراكك؟ أوراكك بتخص إيه؟ تخص إيه معانا حاجة طرد وجماعة جاء بشهود معاها حاجة طرد وطلعها بشهود بتاعتهم بطلية وإحنا معانا حكم اللي بيسحكم اللي بيه الأرض بتاعت نحن يعني أنت معاك حكم بالطرد؟ أهو أحدة بالضبط يعني صدر اللي صالحك حكم بالطرد؟ بالضبط يا بيه؟ ضد مساجرين ولا ملاك ولا إيه؟ اللي في مكانك؟ لا ملاك بيه أهو يا باشا ملاك طب يا عم ضاحي يعني مضيعش وقت تتواصل معايا بعد الحلقة تشرح لي بالضبط على أرقام نعم نعم بعد الحلقة تواصل معايا على الأرقام الموجودة على الشاشة وضح لي وشكرا وأوضح لك كل الأمور اللي انت عايزها وأفهم منك انت عايز إيه بالضبط يبقى بنشكر عم ضاحي يا إخوانا نرجع لللي احنا بنتكلم فيه النهاردة إن القانون جزء لا يتجزأ من الشرع يعني إصال الأمانة الشيك سند الإزني كل كل الأمور دي تدخل تحت لفظ الكتابة يبقى القانون المدني كله من أوله لآخره تحت هذا اللفظ وتحت هذا العنوان يبقى محدش يشككيك في تصرفك محدش يشككيك في الحلال والحرام بغير علم ويفتي بأمر لا يعلم عنه شيء أصلا لأن كل الأمور تكلم عنه الله سبحانه وتعالى بعموميات لم يضع تفاصيل دقيقة الشرع في عقد العمل؟ آه في عقد العمل إزاي كلام ده؟ أي قانون يا أخوانا بيدور حول التزام وحق يعني واجب عليك أي قانون بيوضع في الدنيا بيوضع تحت حاجة اسمه التزامك إيه؟ عليك إيه؟ وحقك إيه؟ ما بين التزامك وحق الله سبحانه وتعالى الكلمة العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه طالب منك تتقن العمل يبقى ده مبدأ العمل بصفة عامة طيب إيه هو الحق في عقد العمل وإيه هو الواجب؟ الواجب عليك إذا عمل أحدكم عملا أن يدقنه حقك اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه يبقى ده الحق وده الواجب تتكلم عليه الشرع وتتكلم عليه الشرع إذا مجل المشرع مجلس النواب مثلا هو المشرع يضع قانون يسمى قانون عمل تحت هذين العنوانين فهو شرعي ويتفق لأنه خلاص بيعطي الحق ويعطي الواجب تناول هذا الأمر فيما يقص مجال الأحوال الشخصية تناول هذا الأمر طبعا المواريس ليس هناك في المعاملات تنظيم وضعوا القرآن بكل حرف يعني ما يتخلفش ما حدش تكلم في الأمور دي أنصيبة النصر الربع التمنى السوتس ده كلام اللبس حين تعالى وضعه ما فصرش أي تفسير بتفصيل إلا قصة المواريس وإحنا في قانون مصري بيطبق تماما هذا الكلام كي يطمئن قلبك كما قال الله سبحانه وتعالى وبنأخذ بمذهب بالراجح في مذهب الحنفية في مذهب الإمام أبو حنيف النعمان ده بيأخذ بقانون مدني القانون أحوال الشخصية في مصر طبعا الزواج والطلاق من القرآن وسنة صلى الله عليه وسلم مبارك عليه موجودين في القرآن لم تخالف فيها أي أمر يعني لما أرادوا إنصف المرأة أريدوا حلا أريدوا مش عارف إيه عايزة تتطلق ما كانتش بتتطلق فترة نصفها بالقرآن وبسنة صلى الله عليه وسلم مبارك عليه لما طبق الخلع الخلع ده أصله النبي صلى الله عليه وسلم سيدة تروح للنبي عايزة تتطلق مش جوزة قال لها خدت منه خدت منه حديقة قال لها رد عليه حديقته ده بيسمى الخلع اللي هو منطبق حاليا ده من الشرع نعم من الشرع يبقى ما فيش حد النهاردة يشككك فيما تقوم من تصرف لأن يقونا على مدار الحلقات القادمة بإذن الله هنتناول العقود بصفة عامة كل عقد عشان تكون حريص على نفسك حريص على أولادك حريص على أسرتك حريص على تصرفك إزاي بيكون قانوني وقبل كده إزاي يكون شرعي يوافق اللي رب الله سبحانه عايزه منك أصلا لأنك في النهاية أنت لا تسأل أمام الله سبحانه وتعالى لوحدك فيجب تكون حريص على نفسك حريص على أولادك فعقد بيع عقد شراء هنتناول مع حضراتك عقد الإيجار ومشكلاته إيه الشرع اللي فيه وإيه الشرع اللي غير فيه إمتى بيمتد الحفيد وإمتى اللي يمتد حكم المحكمة الدستورية الأخير هعمل فيه إيه اللي بقول إخلي يمتد إمتى وممتدش إمتى إصالات الأمانة اللي موجودة بكسرة إمتى يبطل إصال الأمانة وإحنا اتفقنا خلاص إن إصال الأمانة يدخل تحت لفظ الكتابة بصفة عامة فهو شرعي لأن يدخل تحت عنوان إذا داينتم دايني إلى أجل مسمى فاكتبوه فاصل مع حضراتك ونعود إليكم سريعا بإذن الله أراحب بحضراتكم مرة ثانية ونؤكد لحضراتكم أن أنا على استعداد لتلقي أي مشكلة على أرقام التلفونات اللي موجودة على الشاشة عنوان مكتبنا اللي موجود على الشاشة نساعد بالقدر والله حبا في بلدنا وحبا في ناسنا أقبل قضايا غير القادرين على مستوى الجمهورية وبخاصة بلدنا رأس الخليج شيربين نقبل تلك القضايا فألم بك في أي وقت هحاول أساعد معك بالقدر الذي أستطيع أن أساعد فيه نرجع لموضوع حلقتنا يا أخواننا وقلنا أن هذا البرنامج يعني يقص القاضي والمتقاضي والشخص العادي قلنا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان وشوفنا أنه تناول أكثر قانون بنتعامل به وهو القانون المدني اللي لم كل حياتنا ولخصها في آية بسيطة يبقى المشرع لما يجي يحط قوانين ويحط مواد وينظم جلسات وينظم موعيد وينظم هذا الأمر فيدخل تحت نطاق الكتاب الشيك أحلال لأنه تحت نطاق الكتاب المشرع لما يحط بقى قانون يقص الشيك ينظم بقى هذا الأمر ينظمه في البنك إيه الساحب المسحوب عليه عقابه إيه ده أمر خلاص لينه تحت نطاق الكتاب إصال الأمانة ووقود الأمانة الموجودة تحت نطاق الكتاب أو نظمها بقانون ونظمها بقانون يبقى محد يش يقولك ولا يعب عليك يقولك ده قانون ده غير شرعي ده ربنا ما قالش الكلام ده كله لا يا سيدي الله سبحانه وتعالى أنزل الأمور بعموميات حتى العلاقات الدولية تكلم فيها القرآن الكريم العلاقات الدولية تكلم في إيه يا يا ناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائلة ليه تعارفوا يبهذا التعارف بين الشعوب والقبائل والدول هتبعت سفراء تعمل بعثات دبلوماسية هتعمل إيه نظم نظم مع ما يتصق أنتم أعلم بشؤون دنياكم ده شرعي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اتكلم نعم تكلم فيه قالك اتدخر قالك ما تبذرش واكله واشربه ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين إن المبذرين كانوا أخوانا الشياطين خيروا لك أن تترك ورصتك أغنياء ده كما قال النبي خيروا أن تتركهم فقراء تكاففوا الناس يبقى ما جعمل قانون اسمه قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بيكون تحت هذا العنوان طب حبوا يغيروا القانون العمل والتأمينات الاجتماعية يتغير لأن العنوان ثابت زي ما قلت حضارك ثابت النهاردة فيما يقص الحق والواجب لك حق وعليك التزام أو عليك واجب ما تبذرش ما تسرفش اتدخر اعمل دونك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرك كأنك تموت غدا ده أمر مطلوب لزملاء المحامين يعني بعض العامة ويرد إخوانا يسمعوا هذا الكلام ممن يعمل في الحق القانوني يعني يأتي لك فرض يقول لك إزاي تعرف في النداء تاجر مقدراته ودفع عنه إزاي تعرف في النداء سارق ودفع عنه وكل ما يقاتل عشان يحرم على المحامة أو المحامة عشته والهدف معروف بلدنا بلد طيبة بلد عظيمة بلدنا هي التي صدرت علوم الدين لكل الدنيا حتى للدولة التي قرج من الدين بأزهرنا بعلماءنا بأسزتنا بكل الدنيا كنانة الله في الأرض هي مصر يبقى يجب علينا محدش يكرهني في أموري ولا ببلدي ولا فيما يتم طيب المحامة والله لا ستعصب للمهنة هي من أشرف المهن الموجودة على الأرض قد يسئل بعض الاستخدام أه قد يسئل بعض الاستخدام مهنة الطب الطبيب قد يسئل المهنة هل داعف في مهنة الطب عالم في أي مجال كيميائي أي أمر قد يسئل الاستخدام هل داعف في العلم اللي كان يتنقف داعف شخصي يرجع ليه هو بس فقط طيب المحامة مهنة تدافع عن المظلومين قبل ذلك تدافع عن الحريات طيب إزاي تعرف إن فلان دا أو ست دي أو الشخص دا تاجر مخدرات مثلا والدفع عنه إزاي يعني وينتقدك ويحرم عليك ما تتقدام أتعاب أو فلوس أو أماء إلى ذلك يعني طيب الرد إيه في حديث يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن يقف بجوار مهنة المحامة النبي قال لك إيه قال لك إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي وربما كان أحدكم ألحن علي بحجتي من الآخر فأقضي له بغير حقه فمن قضيت له بغير حقه ده في معنى الحديث كمان اغتطعت له قطعة من النار شوف النبي صلى الله عليه وبرك عليه أول الخلق وخير الخلق وختم الأنبياء اللي هو لا ينطق إلا بوحي إن هو إلا وحي نيوحة افترض في نفسه إنه يذهب إليه اتنين المتخاصمين بس في واحد نصح في الكلام شوي يعني يعني بيزوق الكلام حبتين النبي عبر بإيه ألحن علي ألحن في حجته يعني يقدر يقلي بالحق باطل والباطل حق فالنبي افترض في نفسه إنه ممكن يقتنع بهذا الشخص فيقضي له بغير حق عشان النبي يبرق نفسه من هذا الأمر يعمل إيه؟ لو حصل كده وقضيت لهذا الشخص بغير حقه أنا أبرق نفسي أنا كده أتعطله حتة من النار تجد المحامة شرعيتها في هذا الحديث إنت محامي يا ريت إخوان المحامين من يعمل بحق القانون؟ يشوف الدنيا ما دي ماشي إزاي؟ إنت بتدافع عن شخص لو وقف بشخصه أمام القضي هو صعب حق لكن ملقبط الأمور ده أقلب بعضها وهي لقبط العدلة معاه مش عارف يوصل لحقه إزاي؟ التاني مركز وزبط حاله وبيقول بيقلب الأمور خلاص الأمر أمر اقتناع إذن بيأتي الزميل المحامي يرتب هذا الأمر يرتب دفوعه يرتب أوراقه ده المين؟ ده للشخص الذي لا صعب أن يلحن وهو صعب حق طب نرجع الإجابة على السؤال تاجر مخدراته ودفع عنه الدفاع هنا ليس عن شخص تاجر المخدرات ولا شخص المجرم قد تعجب النازل كلام الدفاع هنا مش على شخصه مش هذا الشخص القانون يا أخوانا وضع مبدأ عام كده عارف الإسلام في الدين إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة يعني دخلت صلت مت ركعة ونسيت آه ده أنا ما توضيتش مش صلت عملت رياضة بس وموضوع انت على كده طيب هل كل الناس تجار مخدرات؟ عشان أقولك موطن الدفاع فين؟ يعني لو ست نازلة في أحد الموانئ أو المطارات جاء زابط فتشها لقى معها أي مادة مخدرة زابطها وخلاص وفعلا تاجرت مخدرات وصحيفة أحوالها الجنائية بتقولني تعمل بها زي المهنة وإلى خيره فزابط فتشها طلع عن المخدرات اللي بجابها أو بين طيط ما لبسها تجو قدام المحكمة يدفع عنها المحامي تاخد براء تاخد براء ليه؟ لأن هنا الإجراء إجراء باطل من قام به من فتشها لأن القانون بيحميش الست دي القانون بيحمي أمك وأمي أختك وأخت بنتك وبنتي بيحميها أنه مفيش أي شخص يوقفها في أي مكان ويميد يقوله علشان فتشها فوضع قاعدة قونية الأنسة لا تفتش إلا بأنسة مثله يبقى لو تفتشت بغير أنسة يبقى كل ما بني على باطل فهو باطل فالنهار ده المحامي بيدافع عن إيه؟ بيدافع عن هذا الإجراء بيدافع عن تلك الحرية بيوضح أن فيه خطأ تم لأن لو تركنا الأمر كده أصبحنا بغابة كل بيوتنا لا حرمة خرمة بيت صاحبه ارتكب جرم معين ارتكب أي أمر دخول البيوت قانون قال كده ومتصقة من الشرع لا حرمة ما تدخلش لبإذن وإذن من مين؟ من النيابة العامة اللي هي محامي المجتمع ككل لازم يروح له الظابط بمحضر تحريات صادقة يوضح له أنا أخش البيت الفلاني هفتش عن كذا وكذا وكذا وفي الإجراء كذا كذا يقوم السيد وكين يابة محدد له المعاد اللي يخش فيه يبقى تخش الساعة كذا التوقيت كذا لإنك داخل تنتهك خرمة بيت فيجب أن يضع لها القالب الشديد ده حطاه في هذا السياج ما تدخلش إلا بإذن وبإذن من محامي المجتمع وهي النيابة العامة ونيابة العامة عندنا في مصر من أعرق النيابات على مستوى الدنيا فيما يخص تطبيق القانون طيب يبقى لو حد دخل بيت معين بدون إذن وجد فيه جرائم شتى فالإجراء باطل مش براء أنه هو بريء من الموضوع لا لأن الإجراء الباطل براءه من التهم خلاص المحكمة مش مطمئنة لهذا الأمر ده كمان الإذن بيصدر من النيابة العامة محدد على سبيل الحصر يعني هو من أفطر الداخل اللي يفتش على أسلحة وزخائر مثلا في البيت ما يخليش شخص صاحب البيت واقف ومسلا وميدي إيده في جيبه الصغير عشان يطلع مثلا حشيش ولا مخدر موجود في جيبه لا هنا بقوله أنت تعسفت في استخدام الحق حق أكدق تفتش؟ لا تفتش عن النطاق لن أعترف بالجريمة إلا تظهر خارج نطاق إذن التفتيش إلا الجريمة اللي بيسموها الجريمة العرضية يعني نهارده هو بيشيل المرتبة السديرة عشان يفتش؟ لا مثلا تربة حشيش خلاص يبتح حالة من حالة التلبس خلاص يبقى ده جريمة وجدها عرضاً مش داخل قاصد يدور في مخابق معينة لا يبقى أنت كده تعسفت في استخدام الحق يبقى إذن المحامي يدافع عن إجراء عشان يحمي بيه يحمي بيه المجتمع يحمي بيه الناس يحمي بيه البسطاء من الناس طبعاً ده بيختلف بقى عن جرائم التلبسات يعني واحد متلبس في جريمة في شارع في ماشي في طريق ده موضوع آخر خالص له حالاته وبرضو والله له نطاق إذن من يحرم على الزاميل المحامي أو من يعمل في نطاق القانون إلا أنت إزاي تدافع وإزاي ده ده حرام وإزاي ده أبداً أنت تدافع عن إجراء استفد به هذا المتام؟ آه يستفيد به فاصل مع حضرتك ونعود سريعاً أعزائي المشاهدين أرحب بحضرتكم مرة ثانية فأهلاً ومرحباً بكم جميعاً نرجع لبرنامجنا برنامج بابينا الشريعة والقانون عايزين نخدم حضرتكم أرقامي موجودة على الشاشة لأي صاحب حق لأي صاحب مشكلة هنساعد بالقدر المتيقن قدر اللي نستطيع به هنقف والله جنبك هنساعدك والغير قادر لوجه الله مردينا على من يشكك في حياتنا قانونك شرع غير شرعي ده حلال وده حرام تأتي بقى النقطة الفصلة اللي لازم نرتاح جميعاً فيها خلاص عنا تناولنا الشق المدني وقلنا إنه تناول كل الأمور في أيتين بصات خالص كل قانون موجود والله وما سيستجد من قانون موجودة بس عموميات تيجي بقى الشق الجنائي اللي فيك كلام واللغط كتير الحدود ودهك الحد شعب المشكلة يا أخواننا إن بعض المشككين وبعض الموردين ينتقد الحد نفسه يعني يقولك إزان إزاي يتضرب مش عارف بحجارة فيموت الإنسانية تتأفف من هذا الفعل وده يعني أمر يخرج عن كونه إنسان وعلى الجانب الآخر تجده ينتقد إثبات الحد يعني عشان يثبت له قواعد جامدة جداً من 1440 سنة من أيام النبي صلى الله عليه وبرك عليه حد الزنة ده ما ثبتش بقراء ولا أدل بثبت مرة أو اتنين بالاعتراف والاعتراف إيه بقى؟ الاعتراف كان جازم وصريح وهنوضح العدداتك إزاي فما يجي انتقد الحد نفسه ده حدود وضعت للترهيب عشان يرهب هذا الأمر ويعظم منه لأن مرضوده خطير لو تم هذا الفعل والعياذ بالله مرضوده خطير في النهار ده إنه بيقلت الأنساب وخيانة للثقة المتبادلة ما بين الزوجين بس لما جاه الله جل لك حدرته يثبت هذا الفعل؟ قال لك لا ده عشان يثبت لازم أربع شهود ويشوفوا الوقعة بلا شك وقعة كاملة كالخط يدخل في الإبرة والأربع شهود دولت لهم شروط إن يكونوا أربع عدول يعني شهود عدل يكون شاهد عدل عرف في الدين أقل لدرجات الفسق عشان يبقاش عادل أو شاهد عدل معنا يا فندي اتصال من الأستاذ سامر من الإسكندرية تفضل السامر مع المستشار سماء عليكم أهل السامر تفضل عليكم السلام بحيى حضرتك جداً جداً على السشارات القانونية على الهوى ربنا أخذك مع المستشار تفضل سوال بس سريعاً كده يخاص بمحكمة الأسرة تفضل تفضل الحبيب معك سمعك بخصوص محكمة الأسرة حكمت المحكمة بالطلاق بعد الاستماع للشهود تمام؟ وبعد الاربعين يوم هل يجوز الاستئناف ولا الحكم ينفج طيب حاجة تانية والسامر لا شكراً شفاقوا لنا؟ رداً سريعاً على الأستاذ سامر فيما يخص الطلاق عن طريق القاضي طلاق عن طريق القاضي ده طلاق بيكون عن طريق الخلع تبقى اسمها مطلقة خلعاً الحكم بيطلع كده طلاق التاني بقى طلاق الدرر أو حسب الأحوال اللي بيكون موجودة فيها خلاص حكمت المحكمة بتاريخ النهاردة 14-9 تقريباً بيطلق فلانا أو كله خلاص بتبدأ عدتها من هنا والحكم ده حكم النهائي ينفس لأن حصل في الواقع كان زمان قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية كانت الستة تطلق بحكم المحكمة ويجي الزوج يستأنف فمحكمة الاستئناف تؤيد حكم الطلاق هي خلاصة مأنط محكمة الاستئناف أيدت الحكم وانقلت عدتها تقومت تزوق ده الكلام ده كان في الماضي أهلا وسهلاً فن تفضل معنا اتصال تفضل فنم أحمد الجندة مع حدفك فندم أهلاً وسهلاً وزاحمد فضل أهلاً وزاحمد فضل الله يخليك أهلاً بك وأهلاً بأحبائي في قرية رأس الخليج شيربين الله يخليك وزاحمد فضل يا حبيب الممدرات دي ليس جديد على ممدرات فندم والله يخليك يا عمد تعيش وتحياتي لكل أهلنا في بلدنا الطيبة إن شاء الله يا فندم يوصل بإذن الله الله يخليك الله يخليك اتفضل أهلاً السؤالة عليك يا فندم أهلاً إحنا عايزين برضو إن شاء الله حضرتك من التفضل الموضوعاتك هنتناول مع بعض الموضوع الإجار لأنها مشابق مشكلة كبيرة جداً نعم تفضل فإن شاء الله بإذن الله ننتظر من حضرتك كده رضع هذه المبادرة بإذن الله أهلاً بيك وبشكرك على الاتصال وأكرر تحياتي لأهلي لأهلي وأحبائي ومع شوقتي الأولى بلد راس الخليج يعني متعاصب بحبها بصراحة يعني بلدنا شاكرنا الزحمة طب نكمل ونرد على الزحمة فيما طلبوا في قصة الإيجار فقلنا خلاص الستة اتمنت بعد حكم الاستئناف إننا خلاص اتطلقت والموضوع كلام ده كان قبل تعديل القانون وتزوجت وخلفت كان الزوج على الجانب الآخر عام النقط عام النقط في الحكم محكمة النقط يا أخواننا ما بتحكمش وقائع محكمة النقط تحاكم حكم شو الحكم ده أخطأ في ايه؟ أخطأ في الشكل آه قد يكون طلاقها صحيح ولأسباب صحيحة لكن محكمة النقط وهي محكمة قانون محكمتنا العليا والحمد الله نحمد ربنا عندنا محكمة محكمة النقط أسازتنا وشيوخنا في القضاء اللي بيعدلوا مصارنا في أمور كترة جداً وأحكام يشهد لها التاريخ تجني محكمة النقط بعيد عن إن بقى طلاقها صحيح أو غير صحيح وكون طلاقها صحيح ولأسباب لكن محكمة الاستئناف أو محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون اتفضل أبو صلاح معنا اتصال من بحيل أبو صلاح اتفضل أبو صلاح سيتم الانفصال بطريقة يعني رفع جاضية بالخلع نعم طلقت خلعاً هل عملية الخلع دية تحرمها من جميع أبو صلاح؟ طيب أي حاجة تاني أبو صلاح؟ الله يكرمك هل يعني يعني لما تخلع نفسها للضرر للضرر من الزوج للضرر لحاجة معنا الزوجة الثانية ومبادلة طيب يا حبي خلاص هو طلاق مرحبناش طبعاً لأعدال ولا ذهب ولا أي شيء كان هرد عليك يا حبي حاضر هرد عليك والأي حاجة شخصية أو ما تحبش ردوا علاوات هواصل معي على التليمونات الموجودة وتحت أمرك بصول عينيه الاتنين لك هنكمل برضو يا أخوان قصة الطلاق وإن هو اطلقت بشهود والكلام لكله خلاص فقلنا محكمة للسناف قيدة الحكم بتجي محكمة النقضة خلاص زي ما قلنا بتلغي الحكم لأي سبب من الأسباب بعيدة عن تساعة الطلاق وحاجة ما ببطلان الحكم يبقى الست اللي اطلقت واتجوزت وخلفت اتلغى حكمها يبقى الحل إيه ده اتجوزه وخلفته وبقى عندها عيال والحكم اتلغى يعني رجعت لجوزها الأولاني اتفاضل الحاج رضا مد أهلية معنا اتصال اتفاضل الحاج رضا ماشه مد أهلية تفاضل حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام اللك توosis ايزاك صعد تلفاشر الزاك صعد تلفاشر أول الحمد لله اهلم بيك اهلمه من الأهلية بتنين حاج رضا اني من مد أهلية من مركز مونية النصر اهلم و سهلا تفاضل حبيبي اهلم انتQué ني أسعدت المستشار съأني ابنك هنتخلق معايين المهم الشكل مع بعض في الشارع المهم الشكل مع بعض الولاد يتوصل مطوى دخل الصمت ونص في المهم الولاد مات كانت مشاجرة من بعد وانا طالع من البلد وبقال لسمنا برضي بقي بالراحة بس بالراحة حاج رضا بس بوجوه حبيبين بوجوه ان شاء الله يتحل ايه اللي حصل خلاص المشاجرة توفى المجن عليه ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل أنا اترك من بلدي وقعت بره بلدي بلد تاني وبعدين ليه ليه وما فيش دار ليه وما فيش الدنيا وفسية ليه سيبت بلدك ليه يا حج رضا سيبت بلدك ليه سيبت بلدك ليه حبيبي قول يعني ايه ايه اللي ما دعاها خلاص اكيد ابنك اه ضرب مات المجنع عليه اكيد تعاقب يعني انا اللي مسلمه انا اللي مسلمه بايدي طيب طيب يا قطر خيرك يعني انت الرجل ايه دي في قلب المركز طيب قطر خيرك والله يا سيبت يعني ده امري على قبي قاسي لكن انت عملته يبقى ايه المشكلة حاجة توضل المهم اللي انا بره بلد دلوقتي بقالي عشر شهور دلوقتي واني لا فيه فلوس ايجار ولا فيه فلوس اي حاجة وانت عارف الدنيا ومشاكلها وما فيش وكرونة وما فيش فلوس واني مقدر شايتين ومعايي ثم مكوشين طيب يا حاجة رضا تواصل معي على تليفوناتي اللي موجودة على الشاشة وبإذن الله هسمعلك باستفادة واي مشكلة بإذن الله تتحل ما تقلقش حبيعنيه لاتنين حاضر شوفوا يا الامر ايه وانا تحت امرك في هذا الامر يبقى اخواننا نرجع لقصة الطلاق خلاص فجاء القانون لما لقى ان الست ممكن بعد لما اطلقت وخلفت والكلام ده كله فلقى ان محكمة النقد ده ممكن تلغي الحكم لأي امر فحصلت مشاكل كتيرة جدا خلاص اطلقته مع جزه وبقى طلاقها الاولاني مشي خلال ما عادش فيه طلاق هتلجع لجزه اولاني ولا تسنى مع جزه التاني وبعد ما خلفت فجاء في التعديل الاخير قال لك خلاص ان حكم محكمة الاسرة فيما يخص موضوع الطلاق ده حكم خلاص لا يقبل لا استئناف ولا نقط خلاص بكون حكم نهائي وبات عشان ما يبقاش فيه نقط وما تضطربش الاحوال بهذا الشكل ده في الاجابة على الاستاذ سامر اللي كان كلمنا في هذا الامر استاذ احمد الجندي من بلدنا الحبيبة راسي خليج اتكلم على موضوع الايجار بطمنك اوز احمد وبطمن اعزائي المشاهدين جميعا ان الحلقات دي بإزد الله اللي ما بين الشريعة والقانون هنتناول عقد الايجار بصفة خاصة ويمكن نفرد له حلقة كاملة عن شرعية عقد الايجار وقانونيته وامتى بيكون وامتى مغتصب للعين وامتى بيكون قانونية اعادك في المكان او استاذ محمد من الجيزة اتفضل ازا محمد معنا اتصال ازاك سأل عقد المستشار اهلا وسأل ازا محمد اتفضل بقول لحضرتك كنت اعادة اتسأل حضرتك بس بموضوع كان عندي ساكن وروحت كذا واحد فمش عارف انا يعني يعني اتعامل ازاي ولا كده فانا عندي عقد مكتوب علي مشاهر مشاهرة طيب طيب اه مشاهر اه ومكتوب تاني حتى انتهاء العقد حتى اتفاق الترفيين التجديد يعني اصدق اه طيب اه ايه المشكلة مكتوب حتى اتفاق الترفيين ايه المشكلة ايه المشكلة يعني يجد التلقائي من تلقائي نفسه كلام ده كله قلوه كلمة مشاهرة دي اه مشاهرة طيب في واحد فيه محمد قال لي ده هو خلال شهر ممكن تاخد الشقة وفي واحد قال لي ممكن تقعد سنة تمام حاضر يعني هو خلاص هسألك سؤال تاريخ العقد التاريخ أربعة لسنة 6 شهر كام شهر كام تحديدا هو العقد الذي أنا كتبته كان في 2002 أنا بقولك العقد الإيجار بينك وبين المستأجر ده تاريخه إيه حج يا محمد يوم إيه حضرتك من 2002 بس التاريخ بتاعت العقد نفسه طيب بصي حاج محمد بصي حاج محمد هفهم منك باستفادة بعد الحلقة أكلمني على الأرقام الموجودة وهعرف منك لأن لازم أعرف التاريخ إمتى بالزبط عشان أقدر أقولك هتطلعه في شارع عشان بس الوقت ونقدر نتناول الموضوع ونقدر نفرض لحلقتنا نعمل إيه اللي في اللي جاي لأن زي ما قلت لحضراتكم آه بدأ يزر عقد الإيجار بيمسل مشكلة للكفة كلها إن شاء الله هنطمن حضراتكم ونطمن حضراتكم على المسادر من حكم المحكمة الدستورية ومن لي قاعد ومن لي ماشي ويمتدي الحافظة ولا ما امتدش هنقول كلام ده وهنتكلم في شرعية استمرارك في العلم من عدمها هل ده شرعي ولا قانوني لأن سبب ما قلت لك قبل كده وهشرح لك بإذن الله في آخر حلقة أن كل حق عادل وليس كل عادل حق هشرح حالك هنرجع لأستاذ أحمد برضو الجندي من بلدنا رأس خليج استاذ أحمد هطمنك بإذن الله أن هنفرد حلقة كاملة للإجابة على كل المشكلات ومن منها مشكلة الحج محمد فيما يخص كلمة مشارة يعني إيه يعني هو شارة ولا يمتد ولا 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 في برضو اتصال من فاضلة الشيخ فاضلة الشيخ محمد أخونا وحبيبنا الشيخ محمد فيادة فاضلة الشيخ محمد أهلا بيك أهلا أهلا مولانا استاذ أحمد الله يصلح حالك دي إيه السعادة دي يا مولانا ألم بيك الله يصلح حالك يا مولانا ده كويس إن بتتوصل على فاضلتك عشاني بنكلم في الشرع أنتو أهله اتفضل يا مولانا بإذن الله الزواج بين الشريع والقلون مهمة جدا يا سيدنا بإذن الله في الحلقات القادمة هنقول لي يوسلك صدرك في هذا الأمر بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأسرة بحتاجة للأمر ده جدا ده أكيد أكيد إن شاء الله يعني أنا يعني هي فعلا محطوطة في خطة البرنامج اللي إن شاء الله يكون على عدة حلقات هنتكلم في بدا وشرفتنا فاضلت الشيخ وبشكرك على اتصال اللي زاد من قدر يا شيخ محمد بشكرك يا حبيبي يبقى إن شاء الله الإيجارة نتكلم في أبو صلاح اتكلم على إن بنته انفصلت خلعا فإيه أصار الخلع برضو بطميمكم إن في حلقة تبقى كاملة بإذن الله عن موضوع الزواج والطلق والخلع والأيمة إمتى تستحق للزوجة وإمتى ما تستحقش لها لكن في عجالة يا أبو صلاح لما تكلم على بنته اتطلقت خلعا بقولك آه اتطلق خلعا قلت لك النبي قالك رد عليه حديقته يعني كل حقوقها الخاصة ب عقد زواج ملهاش فيه مؤخر راح المؤدم اللي خديده هترده لكن ليس للخلع علاقة فيما يخص قائمة المنقلات ولا حقوق الولاد ليس للخلع علاقة فيما يخص قائمة المنقلات دي ما لقاش أي علاقة خالص لو معها قائمة هتخدها هتخده وحقوق الولاد من نفأ أو أكل ومشرب والتزام الأب ده موجود ما فيش فيه أدنى مشكلة وليس له علاقة بهذا الأمر الحج محمد تكلم من الجيزة برضو بإذن الله بخصوص عقد الإيجار برضو هيبقى له حلقة منفصلة وهسمعه بإذن الله بعد الحلقة فاضلت الشيخ محمد فياد الزواج برضو هنفرد حلقة لي كاملة عشان برضو هنعالج زي مقول فاضلت الشيخ لأنه طبعا عالم جليل الحج رجب أهلا وسلم الحج رجب من الأقصر اتفاضل حج رجب من الأقصر سلام عليكم أتشابت المسخشار أهلا بيك حج رجب تفضل أنا بحييك أنت والإعداد والله الله يخليك حبيب ربنا بارك في عمرك بالنسبة لأنا كام معاي عقد جدية يجدد تلقائيا بتاع مخزن عقد مخزن وضع العقد ده أتمنى مدوته كام يا حج رجب مدوته قد إيه وتاريخ تحريره ثلاث سنين يجدد تلقائيا من 2015 2015 طب لما قال يجدد تلقائيا نعم ما قالش شروط بعقد جديد بأي أمر ولا قالها إزاي قلتها إزاي في العقد كتابة 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 المحامي كتابة جدام صاحب الملك ما أنا فاهم يا حبيب إن المحامي كتابة كتابة أنا بقوله بقولك إيه يمتد العقد تلقائيا وتبتكتب كده يجدد تلقائيا من تلقاء نفسه قلنا كده وضفنا بعقد جديد ولا ما قلناش ايوز رجب قالو طب تابعني حاج رجب على الأرقام لأن تقريبا الخط قطع هاستنى مكلمتك وجواب لي على الأسئلة اللي قلت لحركة عليها تقول لي التاريخ إيه وتقول لي لفظ اللي تم بيه التجديد يبقى بيزي لا يا إخوانا الاتصالات بشكر كل من اتصل وشرفني باتصاله كل الاتصالات دي هي فعلا موضوعات الحلقة الجاية كلمة الشرع ما تقلقكش كلمة القانون ما تقلقكش لأن فيه تصرفات ما بين الشرع والقانون لازم فيه خط بينهم يطمأننا جميعا إن قواننا طبعا كيف هي بقى من الناس اللي بيشككونا في حياتنا وللأسف دائما الأوقات الحلوة بتمر بسرعة والوقت أزف وانتهى بإذن الله في الحلقات القادمة وطمأن حضراتكم إننا نتناول كل هذه الأمور المدنية والجنائية بين الشريعة والقانون أسأل الله أن ينفعكم بما سمعتم وانتظروي بإذن الله في الحلقات القادمة الحلقات والله هتكون نفعة للقاضي والمتقاضي والشخص العادي أشكركم لمشاهدتكم وحسن استماعكم وألتقي بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة